لنأتي إلى السؤال رقم 6 أضع ذلك وتلك في الفراغ على نمط المثال ذلك طالب نحن نقول ذلك طالب ونقول تلك طالبة إذن نستنتج أن ذلك تستخدم فقط للمذكر لأن طالب مذكر وتلك تستخدم فقط للمؤنث لأن طالبة مؤنث إذن ذلك للمذكر تلك للمؤنث طيب هذول يا ثالث إيش منسميهم؟ بدي أذكركم بإشي أخذنا زمان واللي هو أسماء الإشارة للقريب هل تذكرونها؟ أحسنتم لابد أنكم تذكرونها أسماء الإشارة للقريب هي هذا مثلا أنا بقول هذا محمد هذه سارة فإذن هذه أستخدمها عند الإشارة إلى شخص موجود بالقرب مني يعني إذا كنت أنت قريب مني وأنا بدي أشير لك أقول هذا صديقي هذا أحمد وللمؤنث للبنت ماذا أقول؟ أقول هذه طالبة هذه مثلا أمي فإذن هذه كنا نسميها أسماء الإشارة للقريب إذا بشرط أن يكون هؤلاء الأشخاص على مسافة قريبين قريبين مني هناك أسماء إشارة للبعيد يعني إذا كان هؤلاء الأشخاص بعيدون عني فأشير لا أستطيع أن أقول مثلا هذا مثلا الشمس أو القمر بعيدون بعيدين عننا مثلا فلا أستطيع أن أقول هذه الشمس لا لأنها بعيدة عني لا أستطيع أن أقول هذا القمر أيضا لا لأنه بعيد عني فإذن ماذا أقول أقول ذلك القمر تلك الشمس إذن للأشخاص أو للأشياء البعيدة عني أستخدم ذلك وتلك ذلك طبعا للمذكر لأن القمر صفته أو نشير له بأنه مذكر وتلك الشمس لأن الشمس طبعا هي تعامل معاملة المؤنث على هذا النمط نكمل جميع الأمثلة معلم مذكر إذن نقول ذلك معلم أما معلمة مؤنث فأقول لها تلك أشير لها بتلك معلمة عمي طبعا هو مذكر فأقول ذلك عمي أما عمتي هي مؤنث فأقول لها تلك عمتي أبي مذكر فأشير له وأقول ذلك أبي أمي طبعا مؤنث فأشير لها وأقول تلك أمي ولد ولد أيضا مذكر فأقول له ذلك ولد بنت طبعا مؤنث فأقول لها تلك بنت لنأتي هنا إلى السؤال رقم واحد بأكتب أملأ الفراغ على نمط المثال أسرع العمال إلى المصنع أسرع إلى المصنع بداية يجب أن نعرف نوع الجملة ما نوع هذه الجملة ننظر إلى أول كلمة أسرع بما أنها بدأت بكلمة أسرع ما نوع كلمة أسرع إنها فعل وبما أن هذه الجملة بدأت بفعل إذن هي جملة فعلية إذن ما نوع هذا الفعل قلنا أنه فعل ماضي لماذا فعل ماضي لننظر إلى الفتحة إن حركته فتحة والدليل الآخر لأن أسرع العمال هو دليل على أنه حدث في الزمن الماضي أسرع وانتهى العمال هي فاعل لأن العمال هم الذين أسرعوا إلى هي حرف جر المصنع اسم مجرور بالكسرة إذن هذه الجملة الفعلية تتكون من فعل فاعل لا يوجد مفعول به وإنما يوجد حرف جر واسم مجرور ماذا حدث هنا أصبحت الجملة أسرع إلى المصنع ماذا حدث هنا يا تالت للجملة الفعل أسرع أصبح أسرع كلمة العمال اللي هي الفاعل أين هي إنها حذفت حرف الجر والاسم المجرور بقيا كما هما إذن إذن الإختلاف الإختلاف هو بأن الفاعل حذف والفعل أضيف له واو وألف هذه الواو وألف ماذا سميناها يا تالت في المرة السابقة أحسنتم إنها واو الجماعة وألف التفرقة إذن حذف الفاعل ووضع بدلا عنه واو الجماعة وألف التفرقة وقلنا سابقا بأن واو الجماعة وألف التفرقة توضع للفعل إذا كان الفاعل يدل على جمع لنظر إلى كلمة العمال كلمة العمال إنها جمع ما نوع هذا الجمع تكسير لأنه لم ينتهي لا وأنون ولا يأونون ولا ألف وتاء إذن هو جمع تكسير هذا الجمع هذا الفاعل هو جمع ولأن الفاعل الجمع وضعنا أو أضفنا للفعل الماضي واو الجماعة وألف التفرقة باقي الجمل سنحلها بنفس الطريقة سنستخرج الفعل ونضيف له ونحذف الفاعل ونضيف للفعل واو الجماعة وألف التفرقة زار 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 الأطفال الحديقة المرورية أين الفعل إنه زار من الذي زار الأطفال الأطفال هو الفاعل هذا الفاعل إنه جمع سنقوم بحذفه والفعل زار ماذا سنفعل به سنضيف له سنكتب الفعل كما هو فقط سنضيف له واو الجماعة وألف التفرقة ستصبح زار الحديقة المرورية لعب الأولاد في الملعب أين الفعل يا حلوين أحسنتم إنه لعب والفاعل الأولاد الفاعل أيضا هو هنا هو جمع سنحذف الفاعل ونكتب الفعل لعيبة فقط سنضيف واو الجماعة وألف التفرقة ستصبح الجملة لعب في الملعب الجملة الأخيرة اشترك الطلاب في المصابقة الدينية أين الفعل إنه اشترك أين الفاعل الطلاب الطلاب أيضا هو هنا هو جمع سنحذف الفاعل وماذا سنضع سنضع عوضا عنه اشترك واو الجماعة وألف التفرقة اشتركوا في المصابقة الدينية لنأتي إلى السؤال الثاني أكمل الكلمات بشكل الهمزة المناسب إ على نبيرة ومنفردة على السطر ثم أعيد كتابتها بداية كما شرحنا سابقا بأن الهمزة المتوسطة والمتطرفة لها أشكال عديدة والنبيرة والعمزة هي من أشكال الهمزة على النبيرة من أشكال الهمزة المتوسطة المنفردة على السطر أيضا من أشكال المتوسطة والمتطرفة يعني متوسطة أي بوسط الكلمة متطرفة أي بنهاية الكلمة متى تكتب الهمزة على نبير بهذا الشكل ومتى تكتب الهمزة منفردة على السطر لوحدها بهذا الشكل لننظر إلى القاعدة ونتذكرها تكتب الهمزة منفردة على السطر أي هكذا إذا سبقها حرف مد أو حرف ساكن يعني ممكن أن نقول مثلا مثل الأمثلة التي ذكرناها سابقا مثلا دف بما أن الحرف الأخير ساكن سأكتبها منفردة مثلا ممكن أقول ضوء بما أنه الحرف الأخير هو حرف مد وإذا ستكتب على منفردة على السطر